بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا نحصي ذنان عليه هو كما أذنى على نفسه وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعالي تلا يقوى على حمدك العبد يا رب صل على النبي المصطفى مهتزة الأثلات من نفس الصباة يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشى لفضلك أن يقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أسع أخي الصائم أخت الصائم في رمضان وهو شهر العبادات وأجل عبادة في رمضان ذكر الله تعالى ولماذا ذكر الله تعالى؟ لأن ذكر الله تعالى دليل أيها الصائم على محبتك لله دليل على أن قلبك مليء بحب الله لأنه كما قال الشاعر ونرشح بالأذكار شوقا لربنا وكل إناء بالذي فيه أرشح ولذكر الله أكبر كما قال الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يقول الإمام بن كذير رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى هنا ولذكر الله أكبر فيه دليل على أن الصلاة فيها أمران أمر أنها تكف الجوارح عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أنها تشتمل على الذكر ولكن الذكر هو أفضل هذه الأنواع لذلك قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر ذكر الله أيها الصائم لا يوفق إليه إلا الموفقون ولا يهتدي إليه إلا المهتدون لذلك كثير منا يسمع مسألة الذكر ولكنك القليل منا هم الموفقون لها لذلك قال العلماء مسألة الذكر واضح فيها التوفيق الإلهي لماذا؟ لأنك تجد الناس مجتمعين في مكان واحد إما جالسين في غرفة وإما هم في مكان ينتظرون أمرا ما فتجدوا هذا يذكر الله عز وجل وذاك لا يذكر الله ما الذي جعل هذا يذكر الله وجعل ذاك لا يذكر الله وقلبه خالي من ذكر الله إنه التوفيق الإلهي لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فلما لا نقول وإياكم أيها الصائمون من الذاكرين لله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما هو جزاؤهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لذلك هذا الذكر بجميع أنواعه فضل من الله وهو دليل ومن أشد الأدلة على أن الله عز وجل يوفقك لذلك لما أسر الله عز وجل بحبيبه ونبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه ووجد الأنبياء ومن بين الأنبياء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال إبراهيم للنبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأي شيء أعظم من هذا؟ أن يأتيني ويأتيك لكوننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلام يحمله النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو مرسل من قبل أبي الأنبياء إبراهيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات وأنت أيها الصائم الكريم وأنت أيتها الصائمة الكريمة تقرآني قول الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير مردا وتقرؤون كذلك قول الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير أملا فلما لا نكثر من هذه الباقيات الصالحات بل نكثر من جميع ما يتعلق بذكر الله عز وجل أتدرون ما الجائزة إن الجائزة عظمى أيها الذاكرون أيها الموفقون لذكر الله يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم أي شيء أعظم من هذا لك أن تتخيل أنك إذا ذكرت الله فإن الله عز وجل يذكرك كما في الحديث أنا عند حسن غني عبدي بي فإن ذكرني ذكرته فإن ذكرني كما قال الله عز وجل في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئين ذكرته في ملئين خير منهم ورضي الله عز وجل عن الصحابة الكرام لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يا أبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك فبكى أبي بن كعب وكيف لا يبكي ثم قال يا رسول الله أو ذكرت هناك لأنك صاحب ذكر يذكرك الله عز وجل وهذه أعظم فائدة وهذا أعظم تشريف أن يذكرك الله عز وجل لأنك من الذاكرين قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله أو ذكرت هناك وفي رواية أخرى أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوسماني لك أي شيء أعظم من هذا لذلك أعلنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل لأن ذكر الله عز وجل دليل على أننا مؤمنون بالله حق الإيمان ودليل على أننا مشغولون بعبادة الله ونحن في شهر الصيام والأمر فيه مضاعف لأن كل عمل في رمضان مضاعف أيها الصائم الكريم إذا قلت سبحان الله قبل رمضان وقلت سبحان الله في رمضان فإن أجرها مضاعف لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله وأنا أسألك أيها المشاهد الكريم كم من الوقت يأخذ منك قول سبحان الله والحمد لله إنه والله ثم والله لقليل ولكن أجره عظيم عند الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم تضيع من الوقت أيها المشاهد الكريم وكم تضيعين من الوقت يا أختاه وأنت صائمة أو غير صائمة وإنك أيها المشاهد إذا تأمل أحدكما هذا الأمر سيجد أن أربعة وعشرين ساعة هي له فإن وظفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بل إن وظف منها دقيقة فإن كل دقيقة يمكنك أيها الصائم أن تأتي بأي ذكر من الأذكار فتذكر الله عز وجل مئة مرة فيا لله الأمر لا يحتاج إلى كثير موعظة لكنه يحتاج إلى التوفيق الإلهي أن يوفقك الله عز وجل فيجعلك من الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فلما لا ندعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ألا وإن من أفضل أنواع الذكر ما نحن وأنتم مشغولون فيه في رمضان وهو القرآن الكريم ومن أفضل أنواع الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المركول والحمد وهو على كل شيء قدير قد يقول الشيطان لأحدكم إنه مشغول ولكن لسانه غير مشغول لذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية ماذا قال قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى ومن فوائد ذكرة ذكر الله تعالى أنه يمنعك أيها الصائم من المعاصي ألا تستحي من الله عز وجل وأنت تذكره وهذا من أعظم فوائد الذكر أنه يحجز بينك وبين معصية الله وكما قال الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أيها المشاهدون الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يتقبل منا ومنكم الصيام وأن يجزي عنا وعنكم والدينا بالإحسان إحسانا اللهم اجزي عنا والدينا بالإحسان إحسانا اللهم اجزيهما عنا بالنظر إلى وجه الكريم من كان من والدينا حيا فأطل اللهم عمره واجعله ممن طال عمره وحسن عمله وجعلت الجنة مذواه ومن كان من والدينا ميتا فأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رحمنا بالقرآن